موقع أوراسيا ريفيو ينشر مقالاً للكاتب والباحث جون وايتهايد يتحدث فيه عن الحرية الفعلية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمواطنيها ولخص الكاتب إلى أن ما تسمونه أو ما تشمونه هو رائحة جمهورية تحتضر أننا محاصرون في مصفوفة سياسية تهدف إلى تعزيز الوهم بأننا مواطنون وفي تفاصيل الخبر قال الكاتب إن ما تشمونه هو رائحة جمهورية تحتضر جمهوريتنا المحتضرة إننا محاصرون في مصفوفة سياسية تهدف إلى تعزيز الوهم بأننا مواطنون في جمهورية دستورية في الواقع نحن عالقون ما بين حكم الكليبتوكراطية وهي مسمى لحكومة يحكمها اللصوص وحكم الكاكستوكراطية وهي مسمى لحكومة يديرها سياسيون محترفون بلا مبادئ وشركات ولصوص يرضون أسوأ الرزائل في طبيعتنا البشرية ولا يبالون أبدا بحقوق المواطنين الأمريكيين إذن نحن الأمريكيون عالقون ما بين الكليبتوكراطية والكاكستوكراطية لسنوات عديدة الآن كانت الحكومة تلعب لعبة القط والفأر مع الشعب الأمريكي فتسمح لنا الحكومة الأمريكية بالاستمتاع بالقدر الكافي من الحرية لنعتقد أننا أحرار ولكن ليس بالقدر الكافي للسماح لنا بالعيش كشعب حر بعبارة أخرى يسمح لنا بالاستمتاع بوهم الحرية فيما يتم تجريدنا من الحقوق ذاتها المقصود منها ضمان قدرتنا على محاسبة الحكومة على الالتزام بسيادة القانون لم تعود أمريكا أرض الأحرار حيث الحكومة من الشعب وبالشعب ولمصلحة الشعب بل إننا نعيش في أمريكا حيث الفاشية والاستبداد والعسكرة تسير جنبا إلى جنب هذا صحيح سواء كنت تحدث عن الحق في انتقاد الحكومة أو الحق في التحرر من مراقبة الحكومة أو حتى الحق في عدم إخضاع شخصك أو ممتلكاتك لعمليات تفتيش من دون إذن من عملاء الحكومة أو حتى إذا ما تحدثنا عن الحق في الإجراءات القانونية الواجبة أو حتى الحق في الأمان من اقتحام الشرطة العسكرية لمنزلك أو حتى الحق في أن تكون بريئا حتى تثبت إدانتك وكل حق آخر عزز ذات يوم التزام المؤسسين بالتجربة الأمريكية في الحرية التي تفشل الآن لم يعد لدينا سيطرة على أجسادنا ولا أسرنا ولا حتى ممتلكاتنا في أمريكا ولا حياتنا في حزب بل إن الحكومة تواصل أيضا تقليص الحقوق القليلة التي ما زلنا نتمتع بها كأناس مثل الحرية أو التحدث بحرية والتفكير بحرية نحن نتعرض للخداع قد نكون أحرارا من الناحية الفنية على الورق ولكن في الواقع لا نتمتع بالحرية إلا بقدر ما يسمح لنا أو ما يسمح به لنا مسؤول حكومي إننا نتصور أننا نعيش في جمهورية دستورية تحكمها قوانين عادلة وضعت لمصلحتنا والحقيقة أننا نعيش في أمريكا في ظل ديكتاتورية متنكرة في هيئة ديمقراطية حيث يعتمد كل ما نملكه وكل ما نكسبه وكل ما نقوله ونفعله أي حياتنا ذاتها على إحسان وكلاء الحكومة ومساهم الشركات بهذه الطريقة أنشأنا دولة الرفاهية والدولة المربية ودولة الشرطة ودولة المراقبة ومعسكر الاعتقال الإلكتروني سمها ما شئت ولكن المعنى واحد في سعينا إلى تقليل المسؤولية الشخصية وزيادة الشعور بالأمن وعدم وجود التزامات مرهقة اتجاه بعضنا البعض أو اتجاه الأجيال القادمة خلقنا مجتمعا لا نتمتع فيه بأي نوع من أنواع الحرية الحقيقية